ماروك اخبار يومية السلام عليكم ورحمة الله قصد تعميق البحث في الاشتباه في تورطهما في قضية رشوى مقابل الحصول على وطائق إدارية وحسب مصدر محلي فإن القضية تعود إلى صباح يوم الأربعاء الماضي حيث أوقفت عناصر الدرك الملك بمراكش رئيس جماعة حربيل للاشتباه في تورطه في تلقي رشوى قيمتها 5000 درهم وأوضح المصدر أن المعني بالأمر أجرى توقفه بالمجال الترابي لتمنصورت بعدما اتصلت مشتكي بالرقم الأخضر قبل أن يتم توقفه بتنصيق مع النيابة العامة